في مشهد غير مألوف أطفال من مدينة درنا يتبرعون بمدخراتهم للمساهمة في صيانة وترميم مسجد العتيق أطفال آل المسماري قدموا لجنة الصيانة مبلغ مئتي دينار مجموعة مدخروه من مال في فترات سابقة جادوا بها دون اكتراث في مشهد اختزل معاني العطاء والإيثار وقد لاقى هذا الأمر قبولا وترحيبا من قبل الأهالي واحتفى به رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجميع للمساهمة في صيانة المسجد وتشرف لجان أهلية متطوعة على صيانة وترميم مسجد العتيق ويتستقبل كل يوم التبرعات في بحة المسجد أو عبر حساباتها المصرفية دون أي مشاركة من الجهات الرسمية ويمثل مسجد العتيق رمزية خاصة لأحياء المدينة القديمة التي دمرت خلال الحرب دمر مسجد العتيق والمدينة القديمة وذهبت معهما أماكن تاريخية مثل لبياص الحمرى وسوكظلام ووكالة ترابلسي جراء الحرب التي شنتها ميليشيات حفتر ورغم تشكيل لجنة من نواب طبرق ورصد ميزانية قدرها 350 مليون دينار لصالح لجنة استقرار درنة لم تساهم هذه اللجنة في دعم المشاريع الأهلية القائمة بل باشرت في إنشاء عدة مشاريع تعثر إنجازها ما دعا الأهالي لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمكاثحة الفساد وتشكيل لجن رقبية شكرا